موسيقى الطعام الصحي صار عليه طلب كل يوم اكتر من يوم ميكس اند موزلي شركة بتأمن وجبات اكل سريعة صحية ممكن تغنيك عن وجبة الاكل الصباحية موسيقى 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 انا اسمي باسل بقى لي في الامارات ست سنين دي السنة السابعة عليها انا من اصل مصري كندي باسل شو الفكرة الاساسية ورا ميكس اند موزلي ميكس اند موزلي عبارة عن بلاتفورم يخلي اي مستخدم يدخل عليها يعمل الميكس بتاعه السيريال عندنا من ضمن ستين انجريدينت عندنا وفي نفس الوقت عندنا برضو موسيقى ميكسات جاهزة اليوم ممكن يختاروا منها هلو وين اجدت الفكرة ورا هيدا المشروع هي عن تجربة شخصية اتدت ان احنا بناكل الموزلي انا وزوجتي في البيت ولقينا ان السوق في احتياج للموضوع ده ان كنا على طول بنجيب اي حاجة بنجيبها بنجيبها مليانة سكر مواد حفظة فلقينا في احتياج في السوق في الحتة دي في نفس الوقت لما كان عندنا اول طفل لما اتدى يأكل كنا بنعمله احنا الميكسات بتاعته واتدنا نعملها في البيت نعمل الميكسات نجيب شوفان في البيت ونجيب مكسرات وعسى المواد جافة فاتدنا نعمل الميكسات في البيت وبطلنا نشتريه ومن هنا اتدت الفكرة بس اللي عرفنا اكتر كيف يشتغل الويب سايت وكيف يعمل انا او اردر اول حاجة تدخلي على الويب سايت تانى ميكس الميزلي دوت كوم واول ندخلي عندك الصفحة دي تختاري ميكس او بري ميكس فلو دخلنا مثلا على ميكس اختار انا اللي بدي ايه بالظبط فالواحد اول حاجة يعملها يختار البيت من ضمن الاختيارات الموجودة لما يكون فيه علامة خضره دورية خضره ده معنايا البيت البيت لو دوسنا مور انفو بيطلع الانجريدينس بيقولك الانجريدينس الموجودة يعني جيم بادي لو حد بيحب يروح الجيم بس ده البيت فانيجي نحط مثلا لو اختارنا جيم بادي واحنا بنزيد دايما العلبة بتيجي 500 جرام ففيه 500 جرام بينا هنا والسعر بي موجود هنا ولو تحت هنا مكتوب لو دوسنا عليها بيطلع لك بتاعتك لكل اللي حابين يعرفوا عن جد هن what they are consuming من الروتين لانرجي لكربز بزرر وغيره و لما اجي بزود حاجات ساعات بتنزل ان البيت بيبساعتها هو اعلى حاجة و لما نيجي بنحط حاجات ثانية بيقلن البيت فساعات فيه حاجات بتنزل وبعدين بنروح في عندنا مثلا كوكونوت شبز بلاك بيريز يعني تقريبا كل انواع اللي فوقت بتطلبها كل حاجة موجودة وبعد كده نروح على المكسرات والسيد كمان تشرحوا كل مكسرات أداف من أعلى من أوطى نوتروشن يعني مثلا لما نيجي نشوف دلوقتي مثلا المكسرات مثلا معروفة ان هي عالية في البروتين وعالية في الفات فلما نيجي نشوف هنا ان الفات 6 جرام لغاية دلوقتي عندنا البروتين 14 جرام الجود فات صحيح ان كله طبيعي دي اهم حاجة لازم نميزها و احنا نختار والحاجات دي صحية الناس لازم تاخد كاربس في ناس كتير تقول مش لازم لازم ناخد كاربس المفيدة للصحة وهي دي اللي بتدي طاقة للبني آدم في خلال اليوم بالنهاية الواحد لازم ياخد كل طبعه ما ينقص من شي لانه بعدين بيجرع بأسر عليه سلبية صح؟ بالزبط بندوس نقول ونختار لو عايزين الزويدة ولا لا وبعد كده بنعمل لو بأسر يعني لازم ضروري يكون عندي اكاونت ما في قطلع انا از جاست مرة واحدة عشان كده احنا حتى لو نشوف الراديستراتيشن تاعتنا سهلة احنا حتى لو جاست احنا بنحتاج كده ولا كده انا مطلوب من اي حاجة بنحتاج الاسم ورقم التليفون والعنوان بالنهاية بتفيدنا للمرة الجاية بالزبط زي ما قلنا بس اللي انا همشوف علاب كتير مخضومة هون رح ااخد واحدة حتى تفسرلي اكتر عنها وش هي دي العلبة لما اي حد بيجي يطلبها من الوابسايت عندنا هي دي اللي بتيجي على البيت دي 500 جرام وبنكتب هنا اسم الميكس ولما بنيجي نلف هنا مكتوب واحنا لنا 50 جرام اننا مش عايزين الناس برضو تحط زيادة وتحت هنا مكتوب المكونات كل المكونات اللي موجودة يعني حسب الواحد شو بيختار من الراديا مكس اول هو المكس تجي العلبة شكلها كمان بشهة وفيك تستعملها لغير اشي وقتها تخلف تحبي تدوء اكي اوكي نتدي دايما بزبادي او لبن حليب وبعدين نتدي نحط المزلي عندنا تحبي 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 حاجة يعني حاجة في الوريانت الحلو خلينا نروح الوريانت اوكي ومطل ما ادلي الافضل انه الواحد وقت بياخد بورشانت تبعى تكون خمسين جرام بالضبط في حدود خمسين جرام وبعدين ممكن نزود عليها فواكه طبيعية في عندنا فراولة اناناس رمان نحط كل شيء نحط حبة اناناس وبعدين لو عشان برضو عشان احنا كله من غير اي سكر مضاف فلو عايزين حاجة بتعملها سويت سكر طبيعي ممكن نحط عسل وفيه اللي بيمشي برضو مع العسل ومع المزلي كويس قوي الارفة انا من محبه الارفة كمان هي غير انه الالوان قبل ما الريحة والطعم الشكل كتير بشهر اول شيء واهم شيء اه طبعا ويدي تفضل هم هل بتقدر تقدموا كوانتيتي عالية مثلا خلينا نقول لمدارس ام لشرك كبيرة من على الوابسايت بيبقى ام فردي او لشركة بس بيبقى للعلب يعني للعلب اللي بنبيحة هي 500 جرام للشركات احنا بنعمل كيترينج بيبعثونا ايميل ومتطلباتهم واحنا في الموضوع ده عاملين مع شركة فاكهة فبيبقى فطار صحي في الشركة بعد ميتينج او بعد بالضبط بعد ميتينج ساعات شركات كتير او يوم الخميس بيبقى اخر الاسبوع بيحاول يعملوا تيم بلدنج او بيلموا التيم مع بعض فبيكونوا عايزين فطار فبنحاول ندي دايما حاجة الترنتيف للشركات ان يقدموا اكل صحي الموضوعين جود لك باسلف تانكيو الطعام الصحي صار عليه طلب كل يوم اكتر من يوم ميكسن موزلي شركة بتأمن واجبات اكل سريعة صحية وممكن تغنيك عن واجبة الاكل الصباحية موسيقى 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 موسيقى